هلأ ليش إحنا جديدة عم نسمع عن التوم الأسود؟ شوفي أنا حكيت ربما مش جديد بس إحنا جديدة عم نسمع عنه صح صح أنا عملت فقرة قبل عن خصائص التوم الأسود ولكن أدما كل مرة الدراسات الجديدة عم تثبت خصائص جديدة وفوائد غذائية علاجية متجددة عن جد بحب دائما أرجع أذكر الأشخاص بأهمية استخدامنا لهذه المواد الغذائية الطبيعية اللي بتعطيني فوائد غذائية عالية جدا للجسم أنا دائما مع فكرة أنه نحنا نتبع التغذية العلاجية ونبتعد عن الأدوية فاليوم رح نحكي بشكل عام وبشكل مبسط مين الأكثر استفادة من استخدامهم للثوم الأسود وكيف بنقدر نستخدمه ورح دوقع على الهواء عبنا نشوف أول كيف شكله هذا جبتيه عننا موجود بعمان صح أنا جبته من خضرجي الفكرة من الثوم الأسود أنه هو نفس الثوم العادي ولكن المبدأ منه أنه هو عبارة عن ثوم مخمر تحت ظروف طبيعية بحطوه على درجات حرارة معينة وبنفس الوقت برطوبة معينة بتعطيه هذا التخمير وبتحول لونه من الثوم العادي إلى الثوم الأسود فهو من الداخل بالضبط بيكون بهذا الشكل صحيح زي كأنه مشوي صح هو هيك بيكون شكل رندا هو مخمر وإيش؟ مخمر ومرطب يعني بعملوله تحت هيميديتي ودرجة حرارة معينة حتى إذا بتحسي رائحته أخف من رائحة التوم العادي لأنه أنا فكرت أن رائحة كبيرة تكونها أواحة لا أكتشلي الريحة أخف أخف صح؟ أوكي وهذا بنفس الإشي صح الطعم كمان بيتأثر بطبخ أو بنقدر نحكي الفرمنتيشن أو تخمير هاد الثومة فاليوم رح نحكي بشكل عام عن الفوائد الغذائية ومين الأكثر استفادة من استخدامهم للثوم الأسود وبعدين رح ندوء على الهواء إذا بتحبي مندوء مندوء إذا زاكي طعمه عن جد مش سيء أبداً أبداً لا لا زاكي وبنفس الوقت مش قوي وما بيترك طعم بالتم أو رائحة كريهة بالتم مثل التوم العادي لأنه بفعالية أنه نحنا لما نطبخ التوم أو لما نخمر التوم منكسر الإنزيمات اللي بتكون موجودة فيه اللي بتعطي هاي الأسترينجيك تيست أو اللي هو الطعم اللي كتير قوي وبنفس الوقت الرائحة الكتير قوية فإحنا متخلص منها عبر التخمير أوكي طيب هاتي نشوف إيش بتصير الفوائد فيه أوكي أول فائدة غذائية إحنا دائماً نحكي عنها اللي هي مضادات الأكسادة بشكل مبسط الخلايا اللي بتكون موجودة عندي بالجسم للأسف تتآكل بسبب الجذور الحرة اللي بتنتج بشكل عام عن أي عمليات كيميائية بتحصل بالجسم من هضم لتغذية لإنتاج الطاقة إلى آخره بكل هاي العمليات اللي بتحصل بالجسم بيصير في عندي نوع من أنواع التأكسد ونوع من أنواع الجذور الحرة اللي بتنتج عندي بالجسم عشانه إحنا دائماً منركز على مضادات الأكسادة اللي هي بتساعد على إنها تبطل مفعول الجذور الحرة عندي بالجسم فبالتالي إحنا بنطيل عمر الخلية الصحية لفترة أطول كل ما بيكون في عندي كمية مضادات أكسادة أكتر كل ما هذا الشي بعود بالفائد على الجسم طبعاً الثوم الأسود بيحتوي على نسب عالية جداً من مضادات الأكسادة عادةً الثوم بيحتوي على نوع من أنواع المواد الفعالة اللي احنا بنسميها الألسن هذا الألسن من خصائصه إنه بيساعد بشكل كتير كبير على إعطاء الجسم نسب عالية من مضادات الأكسادة ولكن لما هذا الألسن يتخمر أو لما يتعرض للأكسوجين أو لما يتعرض لدرجات حرارة عالية لسه مفعوله بالجسم بصير أقوى فبالتالي الثوم المعالج أو الثوم المخمر بيحتوي على نسب أعلى من الألسن مقارنة مع الثوم العادي فهاي أول فائدة غذائية بناخدها بشكل عام تاني فائدة غذائية هي للأشخاص اللي عندها مشاكل بالسكر والسبب الرئيسي أنه بيكون في عندي عدم قدرة على التحكم بمستويات السكر بالدم كمان بعملية التخمير إحنا بنستخدم أنواع معينة من البكتيريا النافعة وفي عندي بكتيريا بالأخص تسمى الاكتوباسيلس بولغيريس اللي هي أحد أنواع البكتيريا النافعة اللي بتستخدم لحتى تخمر التوم الأسود من التوم الأبيض إلى التوم الأسود فبالتالي بتعطيني فوائد غذائية عديدة وبالأخص لمرضى السكري إنها بتساعد على ضبط مستويات السكر بالدم يعني إذا واحد مثلا بمرحلة إيش بيقولوا؟ على الحفة صح ليه دايبتك دايبتك بيفيدو كتير 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 وشغلي كمان أساسية عندها كمان لمرضى القلب عادة الأشخاص اللي عندهم مشاكل بالقلب أو مشاكل بمستويات الكوليسترول إحنا بس بنعتقد فكرة معينة إنه إذا أنا صار عندي مشاكل بالكوليسترول يلا قبلش أحبوه بالكوليسترول ورحيمش الحال عن جد أنا كتير ضد هاي الفكرة أدوية الكوليسترول متعبة للجسم وبتحط عباء كتير كبير على الكلا وكمان بتضعف العضلات اللي عندي موجودة بالجسم فأدوما بقدر إني أبتعد عن الأدوية عن جد خليني أتبع التغذية العلاجية لحتى أخفف من هاي الأدوية بشكل عام في عندي إما التوم الطبيعي أو عندي الثوم الأسود أو في عندي حبوب القارلك الثوم بالصيدليات عن جد هاي في بعض الحالات ممكن إنها تعتبر علاج لارتفاع مستويات الكوليسترول عندي بالجسم تعطيني مستويات عالية جدا ومركزة من الألسن المادة الفعالة اللي بتكون موجودة عندي بالتوم اللي بتساعد على خفض الكوليسترول السيء وكمان رفع الكوليسترول الجيد فعندها مفعول دول أكشن إحنا منسميه حلو يعني التوم السودا أكتر فيها من التوم العادية صح بالشكل الكوليسترول فائدتها أكبر بتخفيض مستويات الكوليسترول السيء ورفع مستويات الكوليسترول الجيد مقارنة مع الثوم العادي صح رابع فائدة غذائية كمان في عندي للأشخاص اللي عندهم مشاكل بالدماغ وهذا بشكل عام بسبب خصائص الثوم الغنية وكمان في عندي شغلة أساسية نحن نسميها البتا أمالويد كل ما تتركز هاي البتا أمالويد عندي بالخلايا الموجودة عندي بالدماغ للأسف بزيد الالتهاب وعادة إحنا دائما نربط الثوم والخصائص الغذائية اللي فيه بخفض مستويات الالتهاب عندي بالجسم فيعتبر أنتاي انفلاماتوري بساعد على التخلص من الالتهابات المتعددة اللي بتعود بالصحة على خلايا الدماغ بالأخص بتعرفي رنده معظم خلايا الدماغ عندي هي كوليسترول في عندي كمية كتير كبيرة من الدهن بيكون موجود عندي بالدماغ لذلك الالتهاب ممكن يؤدي إلى أضرار عديدة وتقدمها بيكون سريع جدا لأنه الخلايا الدهنية قابلة لأنه ينتشر فيها الالتهاب أكثر من الخلايا العادية فهذا الشيء للأسف بيعود بالضرر على الشخص عشان هيك إحنا بنركز على مضادات الالتهاب ثوم الأسود بيحتوي على نسب عالي جدا من مضادات الالتهاب اللي بتخلصني من العديد من أمراض الدماغ هلأ أمراض الدماغ زي إيش عم نحكي شيخوخة ألزهايمر شيخوخة ألزهايمر سباركنسونس ديزيز كلهم ممكن يؤثروا بشكل سلبي تناول هاي بشكل منتظم يعني بيأخر هاي الأمور أو بخلينا ممكن حتى في بعض من الحالات يمنعها عنجد إما التأخير المنع أو حتى تقليل الأعراض عند الأشخاص إذا نصرنا حكيين منيح للكوليسترول منيح للسكري مضبوط منيح لمضادات الأخذ سدة وللدماغ أخر واحدة اللي هي عنجد والله مرابع عليك أخر واحدة اللي هي اللي هي بتساعد على التقليل من خطر الإصابة بالسرطانات المتعددة اللي عنجد هلأ منتشرة والسبب يعود لخصائص الثوم العالية جداً بمضادات الأكسادة اللي بتساعد على التخلص من الجذور الحرة اللي هي بتعدي إلى تآكل بالخلايا الصحية ونمو غير طبيعي للخلايا يعني إحنا بنتميها أب نورمال للتشوز أو للخلايا اللي بتكون موجودة عندي بالجسم هلو قدي لازم نتناول ممكن حبة واحدة باليوم أوكي تعتبر كافية لأنني بلاعها مثلا مرات في كتير الصبح منها إذا بتقسمي تومي كنتي قلتيلنا قبل فترة سأتركها شوي مع الهوى مزموط وبعد الدكتاميني يلا بدوا والله والله قلبي أول آه يعني هيك نفس الطريقة أنا أخدت تومي الأسود يس ممكن أو على فكرة تومي الأسود كتير لذيذ إذا بينحط جزء من وجبة الفطور يعني ممكن على قطعة خبز هاتنطي يا وينك إذا طلعت نور زاكي هلا يعني مش كتير زاكي كمان يا نور لا لا يعني بالنهاية هي تومي بس تغلب أوكي شوفي هلأ مبدئيا إذا بتلاحظ هي أطرة ممكن نضعها على الخبزة آه بالضبط ممكن مع لبنة مع جبنة ممكن نضعها مع نطفة زيت زيتون بطلع كتير لذيذ شايف هي بتكون كتير أطرة أوكي أوكي وبتنعمل زي الباست شوفي سودة سودة آآ آآ أسود أسود لونها إذا ممكن ناخد كلوسر لك أوكي وين الكاميرا؟ أنا رح أدوقها عن جد وينها؟ أوكي هكذا عند ليث أوكي هاي هاتوم أسود يلا ندوق إيش بصير إذا بحط هيك؟ خليني أدوقيها على خبزة عشان نخفف حدة الطعم خلاص عادي أكيد زاكي زي الشمندر طعمها صح؟ والله حلوة مطباد لأنها بخب مرة فبيطلع فيها بالضبط بالضبط لا لا زاكي حبيتها خواكي يا زيمي إذا بتحبيت بقاطعة الخبزة أطيام يلا أحديكم بعدها خلينا أحطها بالخبزة ترجمة نانسي قنقر